اشتركوا في القناة هو الابيض بيشعر انه مختلف فممارسة كانت تختلف بيعتبر الناس الناس وكأنهم يعني دون وبإمكانوا ان يمارس معهم ممارسات لا يمارسها مع ابناء شعبه بمارسهاش لانه هو بيشعر انه هو شعبه اشي واحد لكن مع الهنود والحمر مثلا هو بيكفئ انهم بيكفئ انهم بشرتهم غامقة شوية وبعدين كيف كانوا يتعاملوا مع السود كيف يتعاملوا لاليوم لاليوم وهي مسألة عفكرة انه لما كان في امريكا باصات للسود وباصات للبيض هذا من عهد احنا كنا عايشين فيه وشفناهم مطاعم بمنعه مطاعم بمنع ويدخل عليها حتى 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 محمد علي كلاي كلاي هذا وهو بطل العالم في الملاكمة في مطعم من المطاعم لما دخلوا قالوا له برة لانه اسود وكان ما يخذ وقتها يبدو داخل الأولمبيات كان بدايته يعني من يخذ ميدالية الأولمبية ومعلقها ما شفعت له انه هو البطل لمثل أمريكا واخذ الأولمبيات الأول دخل مطعم هذا لا يمكن ان تجدوا في أمة الإسلام لأنها مربي أمة الإسلام مربيها الإسلام حتى لما انحرفت بقي فيها الحق موجود يوصل الأمر لمجرد أنه بشرته ويوجد الآن ويوجد في الأمريكان فئات تعد بالملايين ممكن يوصلوا ستين سبعين مليون أكثر شوية اليوم يؤمنوا بأنه نعم اليهود شعب الله المختار ويؤمنوا حتى حتى بعضهم صار يفتعل أنه إحنا خصوصا الجنس السكسوني أنه إحنا القبيلة الثلاثاش القبيلة الثلاثاش إيش يعني ما هم عنده قبائل بني إسرائيل اتناش وهدول الثلاثاش اللي إلهم ميزة على باقي الشعوب برضو يقال أنه هتلر وبعليش أنه ظلم لا لا هتلر هذه بدها يعني دراسة هتلر برضو وتفوق الجنس الآري وأكثر الشعوب على فكرة اللي ما هذبها الإسلام اللي ما هذبها الإسلام الزعمات بتنفخ فيهم الشعور بأنهم أعلى لأنه هذا الشعور أنهم أعلى هو اللي بدوا يسوغ لهم البطش والقفز على الحقوق بدون تأنيب ضمير لأنه بظل الإنسان على فكرة من داخله ممكن ضميره اللي يوجهه لكن لما أنت الآن تملأه بعقائد فاسدة ما بشعر بتناقض هو بين اعتقاده وممارساته لأنه بشعر نفوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر